كان سؤالي للكابتن إيهاب المصري قبل الفاصل عن مشوار مصر في كودوفار 24 مشوار مش سهل لازل نعتبر ان كل المباريات هي مباريات مهمة جدا منقللش من منتخب على حساب الطابق بالضبط المنتخبات الأفريقية كلها بتتطور يعني ما بقاش فيه زي 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 لا الكرة بتغير وخريطة بغير بالضبط بالضبط يعني زي ما إحنا كنا بنقسل المنتخبات الأفريقية خمسة وستة واربعة والأموكات محترفين في كل الأرجاء في دول دوريات أوروبية محترمة جدا لكن دايما موزنبيك فقل حسن يعني موزنبيك فقل حسن علينا دايما يعني نتمنى كمان تستمر موزنبيك كفقل حسن لنا في البطولة دي بداية في المتناول إن شاء الله بإذن الله تكون بداية خير البداية مهمة جدا اللي انت برضو تبدأ بمباراة في المتناول زي المنتخب موزنبيك أعتقد دي بداية جيدة جدا لمتخب مصر لازم الجدية لازم التركيز الشديد جدا إن التلات مقاط في المجموعة في البداية هتفرق بشكل كبير خاصة إن انت المباراة التانية هتقابل الخصم أو المنافس معك التانية الأهم الأهم المنافس الأقوى لك أو المنافس على المركز الأول لأننا منتخب مصر عشان الترتيب بعد كده وعشان الصعود وهلاعب مين في الدور اللي جاي أعتقد وشايفين كلنا أن التصدر هيفرق معنا بشكل كبير جدا عشان توصل لأبعد نقطة غانا فغانا مباراة صعبة جدا هتكون هي مباراة مفتاح للتصدر إن شاء الله بإذن الله كيفية التعامل معها هتترطب عليها بمباراة مزبيك يعني انت مباراة مزبيك هتطلع إن شاء الله بالتلات نقط هتروح غانا بحسابات مختلفة طبعا حسابك الأول والأخير هو الفوز عشان التصدر وتبعد نفسك عن أي حسابات لكن مباراة تبقى صعبة جدا مع منافس قوي جدا عنده لعيبة وعنده عناصر لكن هو في فترة إحلال وتجديد نتمنى لحنا نستغلها بشكل مميز جدا بعد كده هنختم بالرأس الأخضر كاف فردي برضو من المنتخبات اللي شفناها الفترة الأخيرة بدأت يبقى موجودة على الساحة بشكل مختلف لكن المجموعة تقدر كمنتخب مصر إن شاء الله بإذن الله اللي أنت بالعناصر الموجودة والأوراق اللي عندك اللي أنت تقدر تتصدرها إن شاء الله بإذن الله لكن تركيز الاجتهاد عدم الاستهانة بالمباريات اللعب من أول مباراة على إنها مباراة نهاية البطولة أعتقد دي هتفرق معنا بشكل كبير جدا لأننا محتاجين نعدي دور المجموعات وإحنا متصدرين للمجموعة إن شاء الله بإذن الله نتمنى لأنه طبعا هو مشوار صعب وسهل أنت ممكن تسهل على نفسك ومتصعب على نفسك البداية كبداية كما أنت قلت البداية ثلاث نقاط في رصيد في الحصالة بتفرق معاك المباراة الثانية اللي هي غانا هي دين ممكن تبقى مباراة فيها يعني توقف شوية على أرض الواقع قوم قومة من المنتخبين الكافير دي ممكن على الحسابات على الحسابات نقول إحنا أقرب لكن على أرض الواقع المنتخبات الأفريقية والخارجة هو منتخب متطور الفتر الأخيرة بشكل كبير جدا وعنده مفاجآت الفتر الأخيرة مقارنة بقى المجموعات بقى الأخرى مين المنتخبات اللي بتنظر لقول تبقى قوية أو مرشحة للوصول الانهائية لا يا بعيد عن المجموعات هي المنتخبات يعني فيه منتخبات كبيرة جدا يعني المنتخب السنغالي طبعا منتخب قوي جدا ومرشح للفوز بالبطولة المنتخب الجزائري مرشح قوي جدا المنتخب المغربي طبعا المنتخب المغربي وبعد الإنجاز الكبير اللي عامل في كاس العالم ما رح نجيبه واحدة واحدة ومنتخب المغربي طبعا بعد إنجاز كاس العالم والطفرة اللي بتحصل هناك فمرشح قوي جدا أكيد كودفار بالإمكانات الكبيرة وجود العامل الأرض والجمهور برضو هيظل مرشح قوي جدا نيجيريا من الأسامي الكبيرة حتى وإن كان في كاس العالم مش ماشي في تصفية كاس العالم ما مشيش بشكل كويس لكن برضو سيظل الإسم الكبير والمنتخب الكبير جدا فهتلاقي المنتخبات دي يعني الترشحات كلها منصبة في المنتخبات القوية المنتخبات اللي عندها قوام قوي جدا محترفين على مستوى عالي فتمنى كمان مع منتخب المصري هيبقى منتخب مصري والسنغال والجزائر والمغرب وكودفار منتخبات مرشحة بقوة لينيل البطولة اشتركوا في القناة